السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنهضر على الوثائق المطلوبة باش ندفع الفيزا بحث عن العمل في دولة البرتغال. احنا عارفين باللي راه ما زال ما فتحوش المواعد في المغرب والجزائر. اسمعت باللي الجزائر فتحو البارح ولو البارح ولكن في المغرب باقي ما فتحوش. وهذا الفيديو درتو يعني حيث بزاف دلناس كيطلبوه كيسولوه يقول ليشنا هما الوثائق اللي مطلوبين. وخمزة لمفتحوش ولكن كيسولو بزاف دلناس. وقررت انني آآ نقول لكم الوثائق اللي مطلوبة. وهد الوثائق ان شاء الله من اللي غدي نجمعوهم. وغدي تفتحوا المواعد فما كيدفعوش في آآ في القنصلية او لا في وانما كيدفعو عبر الباريد الالكتروني في الجمل يعني ما تحتاج انك تنقل حتى لعندهم باش تدفع. والوثائق هي آآ اول حاجة هي هاد الورقة هادي اللي وصلتكم في الجيميل من اللي تسجلتو. وآآ كتقول لكم باللي راكم تسجلتو. كتدفعها مع الوثائق. وجواز صفر ساري المفعول خستيكون فيه اكتر من ستة اشهر. مع جود الصفحات يكونوا خوين طبيعة الهال. وكشف حساب بانكي يعني خستش كون فيه على الاقل جوج المليون يعني عشرين الف درهم. آآ يعني كتبيين باللي عندك باش تصرف على راسك في هاد الوقت اللي انت كتقلب على ختمة في البورتوغال. وإلا كانت كسر من عشرين الف درهم فهي احسن وافضل. وخما تكونش ديالك تقدر تتاخدها وتسلفها من انتي واحد تحطها آآ وتدفع ومن اللي تقبل ان شاء الله ترضى لمولاها. والوثيقة الاخرى هي آآ تأمين آآ آآ عن الصفر يعني لا سيرونس كتتمشي لأي وكالة او لبنكو تصيبوها لك من الاحسن دير عام كاين اللي كديروا تلت شهور ستشهور ولكن عام كتتقام بآآ باربعمية درهم. والتذكيرة ديال الطيران دهاب وإياب ضروري. وحجز فندوقي. هالتذكيرة والحجز الفندوقي كتمشي كتصيبوها لك بحثة من قليل. اضافة الى السجل العدلي. وكالين وثائق كتدعم طلب ديالك وكتساعد على انهم يعطوك فيزا اكثر هي شهادة العمل وشواهد يعني ديبلومات مثلا ديال 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 الخدمة اللي بغيت تقلب عليها. وإلا كنت عندك لا سيناس كتبيين على الخبرة ديالك في في العمل. ولكن عندك شي شواهد ملكية هي كتضيفها. آآ هاد الوثائق هادو اللي قلت هي وثائق دائمة. فمثلا تقلب على واحد بغيت تقلب على واحد العمل مثلا كآآ حلاق او لا كنشجار او لا. إلا جبتي لهم دلائل ان عندك خبرة وعندك شواهد. فكتكون آآ عندك حضود اكثر باش تاخد الفيزا. وهدو هم الوثائق اللي مطلوبة. وكيف ما سبق لي اذكرت فهم آآ كي ترسلو عبر البريد الالكتروني فقط. ما كتحتاش انك تنقل عندهم. وهد الشي اللي كين. وما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والضغط على زر الجرس. والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.